من في السماء يشتكي عليكم، الشعب يشتكي عليكم، المرجعية يشتكي عليكم، البرلمان يشتكي عليكم، ديوان الرقابة المالية يشتكي عليكم أنت تتحدث لي عن مشاريع، هذه الشؤال تسولفوها بالاجتماعات، أستاذ أحمد حتى وصل لك الفكرة هذا كلام اجتماعات، أنت سولف لي، أرجوك أستاذ أحمد، بس اسمعني الآخر أنت سولف لي، أنا بالصيف عدي كهرباء، ما لي علاقة بهاي التفصيلات، هاي كلكم عدكم إجادة بها أن تقنعوا بها الجن أنا سولف لي، بالصيف علي من أنام، عبد المهدي ليس سقط، العبادي ليس سقط، البصرة ليش طلعت، الجنوب ليش طلع، غير طلع ضدكم لأنه أنت تسولفون، بس ما تنتجون، أنا ما ريس سولف لا لا، أستاذ نجيم، أستاذ نجيم، العفو الكلام لي جنابك، ترى أكو بعض الإعلام، هو اللي خلقنا خصوم لدى الشارع هو اللي سوانا كل إحنا السراق لدى الناس، خل موظف الكهرباء اليوم مكروح عند الناس والله أنا أعي جيدا للمواطن معليه بكل تداعيات، وبكل إخفاقات الكهرباء، وبكل مشاكل الكهرباء بس أنا اليوم أنا أحكي لجنابك وأعي مدى تأثير خطابك، اليوم تتطيني السيارة وما تتطيني لبانزين بيش ماشية هالسعوف هاي النقطة، جاوبني على سؤالي، جاوبني على سؤالي، إشلون 8 تريليون دينار عراقي فروقات بالمصروفات ما اكتشفتها وزارة الكهرباء بحساباتها الختامية لمدة 14 سنة اكتشفتها اللجنة البرلمانية، هاي شلون صارت؟ قلت لك سيدك، قلت لك أولا تقرير ديوان الرقابة يعني أكو بفقراتها فندنا في وزارتك يا رباء مو ديوان الرقابة، أنا حتعلت على تقرير اللجنة، تقرير اللجنة النيابية، 8 تريليون، يعني 7.5 مليار دولار فروقات بين حساباتكم وبين حسابات وزارة التخطيط فرق، ليش أنتوا ما اكتشفتوها؟ جاوبني على هذا لأن لحد الآن اكو قطاع غيار موجودة بالموانئ بعدها ما منصوبة كمحطات لأن اكو مشاريع واصلة نسبة الانجاز 90% وبعدها ما داخله لأن اكو فرق الاسعار ما بين شراء الوقود المحلي والمستورة وهذا الكلام مو مدعاة انه انا دافع لو وجدت لجنة الامر النيابي المغادرة خلت قيم على الفاسدين للمغادرة ياخد الفاسدين في وزاراتكم وكلاء ومدراء عامين ومستشارين لديهم شركات ويأخذون وعطوكم إياها بالأسماء وأنتم تعرفون بهذا يا أستاذ أحمد أستاذ ما حد عند حصانة ولا وكيل ولا وزير القضاء والقانون أعلى من الجميع لو وجدت المغادرة ناخد على ديهم ها هو وقت أستاذ أحمد يا وزير تحاسب هسا بس ذاك اليوم تحاسب راعد الحارس وما ندري والله هذا السؤال مو يلي يتوجه هذا السؤال مو يلي يتوجه لجنة العبر الديواني بها وزراء اثنين قاعدين بالبردمان إذا أكو مغادرة عليهم خد تسألهم تمام والله أنا حييك أنا حييك على هذا وهذا هو الذي جعل الفساد في هذه الوزارة قائما على قدم وساق لأنه هناك من يحمي وأن خرج التقرير وأن ذهب التقرير هذا اللي يخلى مطمئنين والناس تتقلب الحار لأنه ما حالي حاسب